أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث أدى 721.027 طالبا وطالبا لامتحان في مادة اللغة العربية أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد خمس حالات غش في امتحان مادة اللغة العربية فيما صارت الامتحانات بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صف وسير الامتحانات